لم نناقش الأمر بعد أحد أقوى الجمل الذي قيلت في هذه الحلقة الدسمة من أتاكن تايتن قد تختلف قد تتفق معي قد تختلف أو تتفق مع الكاتب هذا وجهت نظر شخصية لكن في هذه الحلقة الحوارات لامست قلبي فخلوكم معنا وخلونا نبدأ مجر انيمي ووريوز شكرا لك على رعاية هذه الحلقة وانتظر منكم الهدية اللي قال لي عنها محمد على حر من الجمر صراحة مجر جميل ومبدعين جدا في مربع الوصف يا جماعة لاتفوتونا وإذا انتم حابت تعليون تواصلوا معنا على الإيميل وبشروع بساعدكم من عيوننا في الحلقة السابقة كنا نتكلم وفي جلسة النقاش كنا نتكلم انه ليش الكاتب ما وضح لنا كيف صار هذا اللقاء كيف صار هذا التحالف ليش صار هذا التحالف من الأساس غريبة كلهم فجأوا وافقوا على هذا التحالف فجأة شبنا الكل ماشي مع الكل شلون ما هم مقبول ما هم متقبل معني شخصية كنت أقولنا ممكن الكاتب يبكتفها ما بين سطور لكن الكاتب أول استيديو ما أدري والله هذه الحلقة جاء وقال لنا أصبر خنرجعكم للماضي ووريكم شلي صار في الماضي أول شيء اللي هو طبعا جان وجان يا جان يعتبر بالنسبة لي من أفضل الشخصيات في هذا العمل رهيبة جدا ممتع جدا خطير جدا ومن أجمل الشخصيات صراحة بالنسبة لي في جان جابه طبعا كان زي اللي يحلم طبعا كان عنده حلم وردي الأمانة انه يتزوج ويعيش حياته كريمة وزوجته ميكسة وعنده أوليد وعنده يقول لأني أنا ما تحركت ولي حركت أنا كان راح أوصل لهذا الشيء لكن ماذا أفعل جملنا اللقاء مع هانجي طبعا هذا كلها من الذكريات الماضي قبل يصير اللقاء اللي جاء يطلع من فلوك جاتهم هانجي وكلمته وقالت تعالنا بين يتقابل معكم وقابله في الليل قبل ثاني يوم يوم يطلق ويجي العربة وتأكلهم فكل شيء صار كان مخطط له منذ قبل وليس وليد اللحظة وليس شيء جاء كذا من الهوى واستوى فكان الحوار هنا بين هانجي وميكسة وجان طبعا هانجي للأمانة أنا حبيته واحترمتها ودقله تحية قوية جدا طبعا كانت تقول لهم شوف كل الحاجات يعني طبعا ميكسة علمتني كل حاجة لكن كل شيء حاليا نهار بصفة رسمية ما أنا بقايدة عليكم ما أقدر أمر عليكم أنا أبي أطلب منكم تساعدوني ليقاف هذا الجنون طبعا الفكرة وما فيها هنا ميكسة قالت أنا أيضا أبي أوقف هذا الجنون هانجي هنا تكلمت من دافع طيبة وطيبتها كبشرية لأن البشر طبيعتهم هي الطيبة واصلهم هو الطيبة أساسا ميكسة تكلمت من دافع حب وأنه أنا الشخص اللي أنا أحبه ما أبي يأخذ مجازر أخرى أنا أبي يوقف إيرن ما أبي يشيل هذا الحمل كله على عاتقة لذلك أنا أبي يوقف إيرن طبعا هذا اللي أنا شفتها من شفت الحلقة مرة ثانية شفتها من شتنظرين أن هذا الشيء اللي قاعدتها بي تسويه ميكسة جان هنا تكلم من منطق آخر قال طيب يا جماعة خير لنفترض فرضيا أن أنت الشيء اللي تابونا صار وقفنا إيرن قدارنا بطريقتنا أو بأخرى نقعنا يا إيرن يا ابن الحلال وقف لا تعدم العالم كله صار هذا الشيء الجماعة بيخافوا مننا فترة معينة لنأرم معنا أن أي شيء يتسويونه بندك الأرض بيجي ندوسكم دوس فترة معينة بيخافون بس بيجهزون العالم هذا البعض ما شافوا دك الأرض وعرفوا أنه صجها الدك الأرض موجود فما رح يسكتون ما رح يوقفون هذا الشيء كثير تساءل عنه في الحلقات الماضية فكان يقول عطوني حل ما هو بحل هذا نحن نوقف المشكلة بس سوي لها تأجيل يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة سنة سنتين سنة أربع سنوات بعدين بيرجعون بيجون يهجمون علينا فأحنا أنت ما حليت الموضوع أنت بس وقفت المجزرة فقط ليس ألف الأخي بيرجعون يبدون مرة أخرى أربع سنوات بعدها حنوباد ويمكن كثير من الناس يتفقون مع كلام جان لأن جان هو العقل أو المنطقي يتكلم بمنطقة جان يقول لك أنا شخص عملي أنا شخص منطقي أنا ما بيتكلم تقول لي عطني أحلام وردية ولا عطني أحلام كويسة ولا عطني إن شاء الله يعقلون الله يهديهم لا أنا أبي شخص أنا شخص أبغى تقول لي واحد زائد واحد يسوي هنين أنا أقول لش حاليا إن واحد زائد واحد نوقف إيرن إيرن بعد أربع سنوات الجماعة بيجون بوف يدمرون عن بكر سبيل لأنه يخافون أنه ممكن هذا الشيء يصير فلأن البشر الطبيعة تعالي عدو ما يجهل أو عدو ما يشوف التهديد خلاص يبيه دمره هذا الطبيعة للبشر لكن على الرغم من كل هذا كانت تقول هنجي كلام مرة جميل يا جماعة الخير كانت تقول أنا أعرف ان هذا الشيء غلط وأنا أعرف ما هذا الشيء اللي ممكن يصير لكن في داخلي في داخلي آشوف فيه ناس أبريئ بيموتون هذا الشيء أنا مستحيل أوافق عليه بكل بساطة هذا مبدئي فالحيات أنا مستحيل أشوف ناس أبريئ تموت ووافق على هذا الشيء هذه اللي كانت تتكلم عنه هانجي ادري انها طيبة بزيادة سموها مثالية بزيادة سموها اي شي اللي تبونها لكن هذا الشي انا مستحيل اوافق عليه ما ابي اوافق على ابادة ناس مالهم ذب ما سووا اي شي اوكي فيه ناس اجرموا فيه ناس سووا مصايب قتلوا اهلنا وربعنا وناسنا لكن في الاخير فيه ناس برضو ابيع ما اذونه ولا شي روح نبيد العالم كل هذا الشي انا شوفه غلط من وجهة نظري وكانت تتكلم عن الناس اللي ماته مثل ايرون سيميث وصراحة هنا الكاتب انا شوفه منتع جدا 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 ايرون سيميث لو كان موجود هل كانhing بذل مكتوف في اليدين ? ايرون سيميث لو كان موجود هل Magaz mugudHolSI Gloria هل alliance عنه يساعد ايرنا ايرون سيميث لو كان موجود هل كان الكم ايش يعمر بالعبادة ايش اللي كان بيسويه بالضبط هي تقول انا كنت جبانه نوعه ماء لان ابيتصوح اببيتصلم لانا هذا الي كان يقول جانقية ف attempts دامتح انا ما اقدر انت بتواقف معي اهلا وسهلا بس انا شي هذا ما اراح اسمع به ان يبيد العالم خلصنا من اللقاءها الاول يروح حق اللقاء الثاني وهو الاكثر اثارة والاكثر حوارات والاكثر تصادم فيها يجبات الخير يعني هنا بدأ طبعا هانجي قاعد تطبخ وكيف انه مقث كان يقول كيف انتو رضيته اساسا طبعا مقث هنا مستغرب والامان استغرب وسؤاله كان في محل انه حين انتو بتفهموني انتو يعني طبيعا انه هو شكل انه قادة عسكري اساسا انتو بتفهموني ان انتو هذا خويكم اللي اسم ايرن اللي رايح يبيبيد العالم كله وهذا الشي بالنسبة لكم هو الحلم يعني ان العالم كله يبيبيدكم انتو فهو جاي حين بيحق لكم الحلم هذا وانتو جاي انتم بتوقفونه وش منطق اقنعوني يا جماعة الخير انا بتحالف ياكم بس كيف اقنعوني بهذا الشيء ما يمقتنع ابدا للامان للحوارات في هذه الحلقة يعني جوابت على كثير من تسؤالت بالنسبة لي على الاقل انه كيف انه هذا سامح هذا كيف فجأة كده صاروا احبايب و احباب كان يقولوا ناس كثير كيف فجأة صاروا احبايب و احباب لا ما صاروا احبايب ولا صاروا احباب و يمكن الكثير من الاجابات جابت في هذه الحلقة فبدأ الحوار بين طبعا هو ماغاث و اللي هو طبعا جان جان ماغاث هنا كان يقول اي انتو اساسا انتو كنتو يعني شياطين و احنا لازم بيدكم و انا شوفكم شياطين اساسا وهنا جان عصب قال انتو جوني شياطين انتو اللي كنتو التعالون علينا احنا ما عالنا عليكم احنا كنا قاعدين شفي سلام ولا ندلشي السالفة انتو اللي جيتوا قمتوا تهجمون علينا وتضربونا وتقتلون تقتلون احنا ما سوى لكم شيء ولا ضررنكم بشيء اساسا انتو يوم انكم اعلتوا على هالولد وعلى امه هو قام مستجن و رح بيدام مركم لو انكم ما علتوا على امه كان ما حتجاول الجسوبة وجهنا مقث وقال لا انت ايها الجاهل شوفوا هذه النقطة كتتكلم عنها والله قبل فترة في انتبعات في نقاشات في سبيس في كل مكان كتتقول اذا انت يا ايرن جاي تقول ان اناك حق لانهم اقاتلوا امك باجي اقول لك ان ذلك البرد يجوم يقول لك اجدادك وسوى وسوى وفعلوا وفعلوا مثل ما شافنا ما قلت هناك ان يقول ان اجدادكم دعاسوا على المارلي وداسوا فيهم وقتلوا فيهم قتل مطبيعي فلا تجي تحاورني في نقاش او في موضوع بتقول لي من مخطي ولا من مخطي انت قطيتوا علينا قبل احنا نردنا عليكم الخطأ ونحنا نردنا عليكم الخطأ مرة ثانية تستمر دائرة الحقد الى ما لا نهاية هنا المصيبة هنا الوقت هذا هم يتحاورون انا قاعد تركز على وجه قابي وفالكو ورينر هنا صراحة كان تأثيرها مرة مرة قوي على هذا الجماعة كيف انهم تأثرين وكيف انهم محبطين من الشي اللي قاعد يصير وهنا طبعا هنجي دائما كان تهدي الامور كلما شافت ان الحوار اشتد قالت هنجي هدو يا جماعة احنا جاي نسولف احنا جاي نتناقش وكان هذ عجيز اللي قاعد تطبخ لك الجده اركدي اولاي دي لا تسوي شي واركدي اولاي الامانة كان دورها قوي جدا في هذا الحاجة انها قاعد تحاول قد ما تقدر تهدي الامور صالحها لكن هنا ظهرت لنا اهني وقالت طيب انا حي ما عندي مشكلة بتعاون معكم واساسا انا ما كود اتعاون معكم انتوا قاتلوا وسويتوا وفعلتوا وهذه المالنا بيتعاون معكم لكن الحاجة هي اللي اجبرتنا حاليا ان نتحد مع بعض علشان نتعاون مع بعض لكن هل انتم قادرين على قتل ايرن في وقت دعي الحاجة سؤالها كان في الصميم تقريبا يعني احنا حاليا بروح لوقف ارن كلنا احنا التسعى الخمسة العمالقة جان الفرقة استطلاع المارل اللي يباقين الجن افضل النخبة زي ما يقولون فاصل النخبة ممكن تقول عنا جايب ينوقف ايرن فممكن ايرن حل جيبنا وجينا عندي ايرن قلنا يا ايرن يا ابن الحلال اهدى اركد لا عاد تتهور لا عاد تستجن خلنا تفاهم خلنا تناقش يجي ايرن يقول لك لا انا اركب راسي انا بدمر ولم سوي شيء وخرى عن طريقي لا ادعاسكم واحد واحد هنا وقتها لازم تاخذ اللي هو القرار انك تقتل ايرن لانه اذا ما قتلته ما في فايد بيموتون كل الناس فهل انتم قادرين على اتخاذ هذا القرار وكان السؤال موجه بالذات لي ميكاسا اللي تشوف ايرن هو الاحب الى قلبها خصوصا كثير يشوفونا ميكاسا يعني ومنهم انها عبدة ممكن ايرن وانها هي اساسا نفسها ممكن صدق انها عبدة لكن هذه الحب يا جماعة هي تحب ايرن حب مطبيع لدرجة انه ممتون مستحيل على الشانة حب شخص لشخص اخر ممكن يسوي هذا الشيء خصوصا اذا كان شوفونا هذا الشخص هو اعلى شيء وانا شوفونا وجهة نظر اساسا ان ميكاسا حتى فيها حقا يوم قالت اني بساعد هنجي قالت بساعد مدافع حب اني ما بيش هذا الحمل لواحده فلذلك حتى حين انا راح اقنع ايرن بطريقة او باخرى ما ادل الامان هل راح تقنعها او لا ما حقيقة ما اعرف هذا الشيء لكن راح احاول قدر الامكان بدون عن اقتل ايرن اني اوقفه وانقذه من الظلام او النفق المظلم اللي هو قاعد يمشي فيه القتل الناس الابرياء ما لم يدخل هذا الشيء ممكن يحمل على عاتق ايرن سنين جدا وانكي حتى ما يتحمله هذا وجهة نظر ميكاسا في هذا الموضوع فقالت لها اذا انت مو مقتنع عنه صحيح ما راح اخليكم تقتلونا فاستهلت قاتل ان انت بتقتليني تعالي قتليني وانا ما راح اسمح لكم تقتلوا انا راح اوقف عن حده هنا اوني قاتل دعم مسالبه كده دخلنا ابدا قاتل هنا وهنا تدخل هنجي ومقاث القائدين هنا وهنا وحاولوا يوقفون ومهدون الامور وبعد ما حدث الامر للمرة الثانية على التوالي هنا تكلم القائد مقاث صحيح الامانة مقاث على قدمة كنت اكره وما زلت اكره لكن لما اجي انظر له شخصية مقاث من منظور يعني الجهة المارلي وك كيف انه قائد المارلي ومسؤول عن مجموعة كبيرة من الناس وعن حمايتهم كيف لازم يفكر وكيف لازم يكون حذر مع النغواص اخ الامانة لكن تفكيره منطقي جحق الينا قالها تعالي الينا ما خلناش الا لاننا بنعرف السر او الطريق اللي بيمشي فيها الامانة توقعت انها بيعزرها بياخذها بيشنقها بيسوي فيها علم طيب لكن في الاخير قال لها لا احنا ما اخذناش حشان كده احنا بيش تعلمين الطريق اللي تسير فيه وهنا صراحة جاتنا الصدمة عن الينا وكيف انها مارلي من المارلي وكانت اساسة تتلاعب حتى في زيك الامانة كنت اشوف انها مصدقة في زيك ومؤمنة في زيك ايمان منطبيعي طلعت لا هي اللي قاعدة تقود زيك طول هالفت يخرب بيتك يا الينا والشيء الاعظم اللي قلت هي تذكير الناس باللي يسوو انت وحين انت موت ساولون تحالف جانا حشت انها بردت خاطر كثير من الناس اللي موجودين ويتابعون هاده لا انت تعطا تبت انت تحالفون اصبر انت يا رينار قسرت دعمرت في مدينة مشتした من الناس من ثبتك رحو كثيرا عن كثيرا عنこと سبتك قتلت كثيرا عن الناس من سبتك أنت يا آني ذبحت كثير من الناس من فرقة الاستطلاق ودمرت كثير من فرقة الاستطلاق أنت يا قائد المارلي أرسلت كثير مع عمانق وقعت تدمر في هذه المنطقة وتذبح فيهم أنت يا آرمن ذبحت كثير من الجوش قاعد أذكر كل واحد وكل الخطأ اللي سوى أنت يا ميكاسا أنت يا كوني كل واحد منكم لا أجي يسوي فيها دور البريد اللي بنقذ العالم وأنتم متخذين جرائم كبيرة طبعا هي في هذا الوقت تبي تفك التحالف اللي بينهم ما تبي هذا التحالف يصير فالأمانة كانت عواقتها ضد هذا التحالف تماما وهي أظنها مؤمن أنه ممكن زيك حاليا ممكن يسوي شيء يغير أو يوقف إرنة أو إذا قدرت راح توقف إرنة ممكن زيك يسيطر على الموضوع ويقدر يرجع يوقف بس إنه هالطريقة اللي هم يبقى يشوف فيها يمكن زيك حتى ما يكون لا حاول ولا قوة لكن الرد اللي جاها من جان كان أجمز شكرا لش يعني يا إلينا أو يا إلينا أنك أنت خلتين يعني نحن مظلنا نفضط بس أنت فضط اللي بداخل عشان ما في حدي يبقى في خاطرة شيء خلاص كل واحد هذا أخطأه كل واحد عرف أخطأه كل واحد عرف مصائبة خلاص تو انتهينا خلنا نلوح هذا الشيء ورانا ونمشي قدامه كان هذا مفروض اللي يسير لكن إلينا الوصخة مرة أخرى تجي وتضرب في مقتل ضربتهم في مقتل مطبيعي ضربتهم ضربة مؤلمة جدا يوم تكلمت عن ماركو خويك أنت يا اللي هو جان هتقل أنك تحبه عرفت من قاتلة نتكتشاك في اللي هي آني صح قالت لك شون سوتها وهنا بدأت تتكلماني يعني وشوف كل واحد هنا يتكلم وهو مسوي منصيبة أو جريمة كان عنده تأنيب الضمير حتى مارمن حتى ذهب كل تأثر وشيخصية اللي تأثرت في الأخير صدمتني هو ما قلت أيضا بس بنجي لدورة لكن كانت متأثر وهي تقول ويجي هنا اللي هو رينر ويتكلم ويقول أنا اللي سويت وأنا اللي فعلت وأنا سويت كل هذه المصائب وهنا إلى هنا كان جان قادر يسيطر على الغضب ويمسك نفسه على الرغم من المشاعر المتأججة داخلها جان هنا قاد يمسك نفسه على الرغم من الغضب الجامح اللي داخلها جان كان بالعافية ماسك نفسه هنا وهو وده يفتشر وجه تطير فكان يسأل ماذا السؤال أخرى وماذا أخرى كلماتها؟ لم نناقش الأمر بعد كلمة قالها ماركو نتكلم عنها في الجنس الثالثة لما أنا بغلطان وقالها ماركو من بداية القصة لو أنك أنت يا مثلا رينر لمساكتني خدتني أنا وذوق خلتني نتناقش إياك ليش أنت تفعلون كذا؟ كان ممكن يصير الموضوع غير كان ممكن يا ماركو لو أنك أنت تكلمت عن الموضوع من البداية أو رينر من البداية جيد تكلمت مع إرون سميث كان ممكن اختلف الموضوع كان ممكن حاجات كثيرة تغيرها هما بقول لكم الدليل ليش على هذا الكلام أنه ممكن كان يتغير شغلة كثيرة بعد شوية لما نجي عندها نجي لكن بشكل عام أنه لم نناقش الموضوع لو تناقشنا لكان تغير الموضوع هنا جان قال له خلاص يكفي هنا ما قصرت كفي اللي قلتها وزيادة لكن هنا رينر رجع بشخصيته الثانية اللي كانت تحسه الثانية ونعم هو كان يحسه الثانية للضمير لكن شوف لما يكون في شخص مغبون منك هذا عشان تكون بالسوعة لما يكون في شخص مغبون منك وغلطان وقت ما هو مغبون وقت ما هو معصب وقت ما هو قافل لا تقعد تبرل حتى لو كنت على يعني أنت تحسه الثانية للصحة اعتذر بس وسكي توقف وخلى بعدين لما يهدأ تعال قل له أنا آسف مو بوقت وهو في أشد غضبة بعد ما عرف الحقيقة تجين تحين تسوي نفسك أنك أنت الشخص اللي كنت ما ودك تسوي هذا الشيء وأنا رح قاتلت العملاق اللي بعدها هنا جان فقد أعصابه تمام بقامي يبقس ويضرب في اللي هو رينر بكل قوة بكل جنون بلا توقف الهوادح ويقفون الجماعة وكان يستل يضرب 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 ليما تدخلت كابي كابي قابي في هذه الحلقة أساسا من قبل هذه الحلقات يعني بعد ما كانت الشخصية الأكثر غطى يمكن للكثير أنا أحد أشخاص اللي كنت مغتث منها وبشكل كبير لكن الكاتبين في هذه الحلقة شرح لي شخصية قابي كيف كانت تفكر وكيف تفكر كيف تغيرت على مجر السنة وكيف تغيرت خلال هذه السنوات وخلال هذه اللي مرت فيه قابي تغيرت شخصيتها بشكل قوي جدا على رغم من أن نضربها بعد ما كانت رجعت وقامت قالت لا وقف وإحنا آسفين يا الله هذا المشهد هذا المشهد اللي قابي يعتبر من أقبل المشاهد بالنسبة اللي شفته في هذه الحلقة قابي يوم إنها عتدرت أنا آسفة إحنا كان نشوف طبعا كانت تقول تتكلم وهي مغبونة ومقهورة وكارها نفسها حتى إنه كنا نشوف إنه الحل وحيد بالنسبة لنا عشان نشوف في أمل قدامنا إنه إحنا نبيتكم عن بكاته بيكم ترى هذا الحل قدام هذا الحل اللي قدامنا هذا الحل وحيد بالنسبة لي عشان أنا أقدر ألاقل خلاص أني أبيض أنا سمعت لكم شياطين في إبادة شياطين شي ما يضرني يعني قاعد تتكلم بحرقة إنه عارف إن هذا شي سويته غلط والاعتذار يعني يعتبر من أهم أو اللي خلي شي الواحد ممكن يهدأ ويطفى ويذل لأنه إذا شاف الاعتذار من قلب الذات إذا اعتذار من قلبك إنه آسف وحسوا من قلبه إنه هاي تقعد تعتذر وأقسم بالاعتذار أنه وصل لقلبي يعني إنه آسف ما كان ودنا نسوي هذا الشي ما ودنا كنا قتلنا ذلك كل الناس حتى ما قث لفسه تأثر من كلام قابي هنا إنه إحنا للمرنا كنا نسوي فيهم كذا طفلة صغيرة كنا نعملهم زي كذا ما عرعينا مشاعرهم عنا جندي هولأ أو جنسة يعني قائد أسطول أو مثل كذا ومع ذلك يمشاف قابي هنا تأثر بشكل مطبيعي ما قث هنا تأثر من قابي وكسر الخاطر على قابي إنه كيف حولنا الناس الصغار يعني حتى يعني إنهم يقاتلون بني جلدتهم بس عشان منهم ذا ما سووا شي أجدادهم اللي غلطين يعني حتى أنا الكلام اللي قاعد أقول لها حق قبل شوي أنا أعتبر غلط لأنه قاعد أقول لهم أنتوا أجدادكم سووا طيب ليلا ما سويت شي هي أجدادهم اللي غلطوا ليش أنت قاعد تلوم أجدادهم ليش أنت قاعد تلوم هالصغيرين يا أخي أقسم بالله حوارات قوية جدا في الحلقة الكاتب الأمانة ترى ما أجاب على التساؤلات كتيرة طريحات في الحلقة وأحس من وجهة نظري كان يقول ترى إحنا هذا العالم الحقيقي العالم الحقيقي فيه هذه الحاجات موجودة وصائرة هنا قدامنا كل يقتل وكل يسوي ويشوف إنه هو اللي صح واللي خطأ أنا ما بقول لك الجواب وش الصح وش الخطأ أنت بنفسك تابع بس تابع لكل شخصية من كل جهة حتى إرن نفس اللي يشوفون على خطأ تابع إرن قصته وشوفوا هل كان على خطأ هم يسوي هذا الشي هو الشي يشوف من وجهة نظر هذا الشي الصح اللي ما سوى أنا أعط بفرصة سويت كل شي ممكن سويت كل شي مستحيل عشان أحاول أفهم ليش أنت سعود هذا الشي في أمي ما شفت أي سبب مقنعة ومنطقة بالنسبة لي فهذاك راح أدك الأرض ودكم كلكم معها فإرن حتى هو قاعد يقول لكم الكاتب شوفوا الشخصيات كلها من كل منظر كل شخصية وفكر كم تفكير كل شخصية كيف ترى وكيف تنظر للموضوع وشوف أنت لوجهة نظرك تكون صح ما جواب ولا جواب لحد حين الكاتب يوحيي لك أو يثبت لك أن هذا الشخص صح ولا هذا الشخص خطأ أنت من وجهة نظ وشو الصح وشو الخطأ منه اللي على حق منه اللي على خطأ يا أخي أقسم بالله هذا الشي أنا أشوفها من أجمل الحاجات اللي شفتها مؤخرا واستمتعت فيها الأمانة بعدها هدأ جان وابتعد يهدأ وهذا طبعا حدث الحاجات برضو اللي هي رهيبة في جان يعجبني أنه بعد لما يغضب يبتعد يحاول يصفي ذهنه ويرجع ويم رجع ثاني يوم كان صافي ذهنه كان أمور مضبوطة يلا قوموا خلنا نروح لكن يظل البطل الصامد اليقري فلوك قاعد لهم هنا ناشب لهم هنا والله تريد تروحوا لعين والله ما أخليكم تابون تتحدون والله ما راح أسيبكم تابون تسوون كل شيء أنا قاعد لكم أنا هنا أقسم بالله أنه مثابر يعني من أكثر الشخصيات المثابرة في قصة التاكن تايتن هو فلوك تخيلوا معي ركزوا معي فلوك حاليا شخصية فلوك نجا من هجوم اللي هو زيك يوم قام معي رون سميث مو بس نجا جابر ونستحاول ينقده بعدين نجا من أكثر من هجوم وحاول وصمل ودبر وهاجم وضرب في كل مكان وكل ما يسقط أو يضرب أو يجي شيء يرجع يوقف ورثاني ويوقف ويصمل ويقول لك بالمساة تسحك تعال يا أبو إذا فيك خير تعال أنا أبيك وكان ماسك طبعا كيومي اللي هي طبعا اللي تعتبر تبع أهل ميكا سماديش يسمهم الناس يسمون الأمانة لكن كان ماسكا الموضل لي يتهربهم ويتكلم عنها في نص الحلقة أنهم بيجوم بالمنطاد من فوق إيرن عشان يقدرون يوقفونه تقريبا هذا أهم اللي صار في الحلقة للأمانة ما بقى شيء على التاكن تيتنوي خلص أنا بشوف شلي بصير في حلقات القادمة من حقيق البعالمين هل التحالف هذا راح يدوم أو لا هل التحالف هذا راح يستمر هل هذا بعد يهزمون إيرن هل يقدرون يقفون إيرن أو ملازم يقتلونه شلي بصير أكثر أكثر هل ممكن تتحقق نظرية النعامي واللي قالها راشد أيضا أن اليو هو شسمه فالكو هولياكل إيرن ما شخصيا ضد هذا الشيء لكن ممكن يصير ما في شيء تقدر تتوقعه في هذا العمل حاليا ننتظر الحلقات القادمة نشوف أكثر وأكثر واستنوا إن شاء الله بث الألمين يتناقش في هذا الموضوع أكثر وأكثر كده نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة أتمنى ما طولت عليكم وأتمنى وصلت لكم حلقة لأكم الوجوة فينا يقول معي سبحانك الله وحمدك أشهد وأنا لا إله إلا أنت أسهل كتب عليك اشتراك اللايك شير شوفكم على خير اشتركوا في القناة